أئمة أهل البيت الطاهرون صلوات الله عليهم أكثر من استهدفوا بهذه اللعبة القذرة وهي تحريف المعاني لنصوص وحقائق وردت فيهم عليهم السلام لكن تم تحريف معانيها ليحط المعنى في أحضان الغير وتنصرف الفضيلة عن آل محمد عليهم السلام إلى غيرهم من أندادهم وأضدادهم واستمر ذلك على مدى قرون وقرون وإلى يومنا الحاضر هو مستمر تجريد أهل البيت عليهم السلام من فضائلهم من مناقبهم من مقاماتهم من حقائقهم من حقوقهم وترحيل ذلك كله ليحط عند الغير فيكون الغير هو صاحب الحق وهو صاحب الفضيلة وأعطيكم هاهنا بعضا من النماذج التي تثير العجب في هذا الشأن راجعوا أيها الإخوة كتاب النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وهاشم وبني هاشم للمقريزي الطبعة التي حققها وكتب مقدمتها المحقق الدكتور المصري الأديب الشهير الدكتور حسين مؤنس وتحديدا راجعوا الصفحة الثانية عشرة هو هذا الكتاب ما موضوعه أصلا هو المقريزي يسرد تاريخ الخصام ما بين هذين البطنين من قريش ما بين بني أمية وبني هاشم ويبدي تعجبه أن كيف تقدمت بن أمية على بني هاشم وعلى أهل البيت عليهم السلام تحديدا مع كونه غير شيعي المقريزي معروف منهم الدكتور حسين مؤنس يقول في مقدمته ولا بد قبل ختام هذا التقديم من أن نقول إن صلب كتاب المقريزي نفسه أو نفسه بيان حزين بما أصاب آل بيت النبي صلى الله عليه وآله من بني أمية أولا ثم من أبناء عمومتهم بني العباس وهذا البيان يضم الكثير من حقائق الصراع الدموي حول الخلافة ويرينا كيف أن كل وسيلة أصبحت في نظر أصحابه مشروعة ومقبولة ما دامت تعينهم على الوصول إلى الخلافة أو البقاء فيها ولان يعدد هذه المعاني التي حرفت فمثلا من هم قرب رسول الله صلى الله عليه وآله الآن في ثقافتنا الإسلامية نحن حين نقول هؤلاء قرب رسول الله أول من ينصرف إليهم هذا المعنى من أحسنتم فاطمة وبعلها وبنوها أهل الكساء صلوات الله عليهم هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله ولكن انظر ماذا حصل يقول فالقرابة مثلا وهي مفهوم واضح يراد به القرابة من رسول الله صلى الله عليه وآله أصبح لها عند بني أمية ودعاتهم معنا جديدا وهو القرابة من حرم الله وبيته قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة صار المراد من على ألسنة بني أمية وحواشيهم ووعاظهم وعلماء بلاطهم والمحدثون والقصاص صار المراد قرب حرم الله أي قريش فانتقل المعنى من قرب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى قرب الحرم قرابة رسول الله إلى القرابة من حرم الله وبيته فكان فكان الأموي يقول نحن الذين أوجب الله عليكم مودتنا لأن أهل حرم الله نحن قرابة بيت الله يقول وَإِذَا كَانَ لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهَا قَرَابَةً نَسَبُ فَإِنَّ بَنِي أُمَيَّتَا هُمْ آلُ عُثْمَانَ ذِي النَّورَيْن وَصِهْرِ الرَّسُولِ مَرَّتَيْن فَهُمْ أَقْرَبُ إلى رسول الله من علي بن أبي طالب لأنه لم يصهر له إلا مرة واحدة فالساق القرب قرب رسول الله هذه المرة قرب النسب صارت ولكن أبعدوا فاطمة أبعدوا علي أبعدوا الحسن والحسين إلى إم الأطار عليهم السلام أبعدوهم وأدخلوا من هذا الفرح وهو بن أمية ليتهم على الأقل أدخلوا أولاد عثمان مثلا لا قالوا لا نحن كلنا عشيرة عثمان وعثمان ذنورين ما دام النبي صاهره مرتين فهو أولى وأقرب من علي بن أبي طالب شوف التلاعب زين من هم السابقون الأولون السابقة في الإسلام تنصرف لمن في الثقافة العامة دعك عن الثقافة الشيعية الخاصة التي تلقيت عن أهل البيت عليهم والسلام فنحن معنى السابقة عندنا بشرطها وشروطها ومن شروطها السبق إلى الإقرار والتسليم فمن لم يسلم بعهد رسول الله صلى الله عليه وآله ووصيته في أهل بيته وإمامتهم فليس من أهل السابقة دع هذا الآن ولكن عند عموم الناس عند السطحيين من المسلمين ممن لم يتبعوا آل محمد الطاهرين عليهم والسلام فالسابقة عندهم بالمعنى الزماني المجرد لا بمعنى السبق إلى الإيمان كما هو عندنا هم لا بمجرد السبق الزماني يعني المهاجرون الذين سبقوا الأنصار الذين سبقوا ليس أكثر من هذا بالتاريخ بالأسبقية الزمانية زين هل يدخل في ذلك عموم بني أمية حتى عوام المسلمين يرفضون ذلك يقولون بني أمية عامتهم كانوا من الطلقاء ليسوا من أهل السابقة في الإسلام انظروا ماذا فعلوا اشتغلوا اشتغلوا على مدى العقود سنين دهور حتى يحرفون هذه المعاني قال والسابقة في الإسلام أصبح محورها عند بني أمية عثمان بن عفان هذا المحور فهو من السابقين الأولين وبن أمية قومه فهم أهل سابقة على ذلك القول فيصير معاوية من السابقين الأولين أبو سفيان من السابقين الأولين أي واحد كحيان من بني أمية يتحول إلى شنو من السابقين الأولين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه ويجب توليه ويجب الترضي عنه ليش شوف يعني التوليفة هذه عثمان بن عفان هو المحور عندهم في السابق والسابقة ونحن قومه إحنا بني أمية بعد ما دمنا نحن قومه فنحن أيضا أهل السابقة وإن كانوا إلى يوم فتح مكة حربا لرسول الله صلى الله عليه وآله ليلا ونهارا وما أسلموا يوم فتح مكة إلا كرها هذا ما حصل في العصر الأموي ما الذي حصل في العصر العباسي يقول وخلال العصر العباسي يتسع معنى أهل البيت ليشمل بني العباس ويجعلهم أحق بالخلافة من آل علي بن أبي طالب عليه السلام فهم أقرب أهل بيت رسول الله إليه صلى الله عليه وآله شلون صار شلون صار وأقرب أهل بيت رسول الله إليه دون علي عليه السلام وبنيه معنهم رسول الله أبوهم صلى الله عليه وآله قالوا لأن العباس كان صاحب السدانة وأقره الرسول صلى الله عليه وآله على السقاية وهم أولى آل البيت بالميراث لأنهم أولاد عم الرسول في حين أن آل علي أولاد بن عمه شايفتك شيطنة مثل هذه نادرة هذه الشيطنة هذه نادرة يقول لك إحنا أقرب أنتم منو إحنا بنو العباس أي نحن بني عم النبي بنو علي أبعد ليه شابة لأنهم بنو ابن عم النبي زي بنو ابن عم النبي شي طلعون بالأخير هم بنو عم النبي شي طلعون يعني لا يجي لك بغير معناه هنا يقول لك عمنا كمات مسلما أما عمهم أو عفوا أبونا عم النبي هذا العم مات مسلما العباس أما أبوهم العم الآخر مات والعياذ بالله كافرا في ضحضاح من نار كما يقول المفترون فلذلك نحن أقرب وأبونا العباس له السقايا وله السدانة والنبي أقره على ذلك فنحن أقرب نحن آل رسول الله نحن أهل البيت العباسيون للعلويون أتعس من هذا يأتونك بتحريف أتعس من هذا الآن أسأل كل مسلم في الدنيا ما المراد بالكساء ومن هم أهل الكساء كل المسلمين متفقون على أن الكساء هو كساء رسول الله صلى الله عليه وآله الذي يسمى بالكساء اليماني والذي أودع عند بضعته الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام وقد جللته في موقف ما بهذا الكساء ودخل فيه كل من علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام ونزلت آية التطهير في ذلك الموقف لا يهمنا الآن أن نرد ما يقوله بعض أهل الخلاف من محاولات إلحاق نساء النبي صلى الله عليه وآله في هذا الحيز ليس هذا موضوعنا إنما الذي نذكره لكم مما يثير العجب هو أن يتحول مفهوم الكساء وأهل الكساء كل هذا التحول الدراماتيكي اسمع ماذا يقول يقول ويستحدث رجال بني العباس لقبا جديدا يشرفون به أولياءهم وهو أنهم أهل الكساء شلون شلون صاروا بني العباس أهل الكساء وأولياء بني العباس أهل الكساء يقول أي كساء الكعبة أو كسوتها وقد اهتم العباسيون من أيام المهدي المهدي العباسي بتلك الكسوة اهتماما بالغا حتى حتى لما واحد يجي يفكر في ذلك العصر يقول صلى الله على أهل الكساء يقولون يعني منه يعني أهل كساء الكعبة المهتمين يكسون الكعبة وهم العباسيون وأولياؤهم تخيل هؤلاء هم أهل الكساء تخيل